سقوط سيارات وهبوط أرضي بشارع التسعين في التجمع الخامس تسببت مياه الأمطار التي هطلت يوم الاثنين على القاهرة القبرى في هبوط أرضي بشارع التسعين بالتجمع الخامس وتداول عدد من السكان عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا توصق الواقع وبحسب شهود عيان فإن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى المنطقة لشفط المياه لكي تسير حركة المرور أمام السيارات وانتشال عربات غرقت بالمياه وتعرضت القاهرة وباقي محافظات الجمهورية لتقص شتوي شديد وسقوط أمطار شديدة على كفة الأنحاء وشهدت منطقة شوارع التجمع الخامس لهبوط أرضي مما أدى إلى وجود بعد الحفر في الشوارع وعلى الفور ذهبت الخدمات المرورية لموقع الحادث من أجل إخراج السيارات